نعم نحن ما عندنا مؤشر إفلاس ولا ودك يزيد عندك مؤشر إفلاس لأن هذا يمثلك ضغط قوي إذا أقر هذا القانون شو راح ينعكس يعني إيجابيها المشروع عبارة عن اسمه قانون إعادة الهيكلة المالية وإشهار إفلاس شلون؟ يحمي الأفراد قبل الشركات توضيح أكثر أوكي أنت الحين لما يكون عندك إعادة هيكلة ديون نعم تذكر المديونيات الصعبة صدر فيها قانون وحصل فيها كثير أخطاء وبعدين هي صندوق المعسرين اللي كلها أخطاء راكبهم من ساس الراسة صحيح قانون إعادة لهيكلة تنقيح كامل ما بين الديفكل ديتس أو اللي هم المديونيات الصعبة وما بين صندوق المعسرين أي قانون واضح يحدد الأولويات الدولة تساهم في وضع الحل ما تساهم بفلوس تساهم في وضع الحل عشان الشخص ما يخسر تعرف الله يرحمه الشيخ جابر كان قرارة رحمة الله عليه كان قرارة أنه أظن في محاكم الإفلاس أو شارل إفلاس في كل شيء ما يخسر بيته صحيح في أحكام شارل إفلاس شخص يخسر مصداقيته نعم صحيح يعني حتى كريديت كارد ما يجري صحيح القانون مثل هذا يحمي ممتاز وضحت الفكرة أن هذا القانون مثل ما أنه في قوانين سابقة يحمي المنزل والسكن هذا يحمي أشياء أخرى يحمي أشياء أخرى يحمي أفراد قبل الشركات ممتاز وضحت الفكرة وهي فكرة الآن أنا بالنسبة لي علاقة لك مواطن وضحت بالنسبة لي إن شاء الله يشوف النور إن زين وبالنسبة هل هناك أولويات أخرى هذه الفكرة القانون الثاني اللي تبالي واحدة بالأشياء اللي عانيت فيها أنا في النهاية مواطن صحيح وكنت في يوم الأيام أأمل في مرشحين عطيتهم صوتي ووصلوا وبعدها لقيت سور صين عظيم بيني وبينهم ما يتواصلون معي فشن هو القانون اللي عالج هذه المشكلة؟ قانون الاطلاع توضحينا أيضا هو هذا القانون يعطيك الحق كمواطن تطلع على ما يجري في الدولة بس مو الخطط المستقبلية ما تم الموافق عليه سواء قوانين أو خطة دولة أهدافها المناقصات اللي تم الموافق عليها ماذا تم نسبة الإنجاز من هذه المشاريع وغيرها قانون الاطلاع يعطيك الحق كمواطن تشارك في اتخاذ الراي مقابل رسم بسيط أنت تدفعه فبالتالي لما تدفع رسم العملية نفسية إذا دفعت هذا الرسم البسيط عشان تشوف شا قاعد يصير في الدولة أصبح جزء من القرار تطلعين أصبح جزء من اتخاذ القرار ولكن الجزئية للطلاع يعني يبدو لي كأنما يعني أنا راح أصير نفس النائب من حقي أن أعرف شنو قاعد يدور في بلدي والقانون يضمن لي هذا الحق وليش لا يا مبارك لا هو مطبق في دول أخر مطبق في دول أخر بس مو عندناه توني قاعد أقول لك أخي مبارك في أمريكا بإمكانك تطلب معلومات معلومات أي شيء تبيه الحين أنت حاليا يطلع المرشح اللي أنت انتخبته ويفوز وبعدها ما تشوفه أو ما يعطي ما يكون معاك على بيّنة وإذا ياك في الديوان مالك مرة كل ست شهور منه وما يعطيك كل ما يحصل هناك خمس دقائق يقعد يشرب شاي ويمشي ويمشي أنزين لكن أنا قبل أن تقل السؤال الأخير من هي الجهة التي يفترض أن تزودني بمعلومات من هو اللي راح يزودني بمعلومات هو قانون الإطلاع لو طلع بالصورة الصحة اللي في بالي أو طبعا مجموعة قانونيين إن شاء الله هيئة خاصة يعني لا لا بس نهيئات أرجوك إلى المفروض أن يكون تحت إمرأة رئيس الوزراء جيد بمنصب موجود طبعا أنا مقترحته ما أدري إذا يصير أو يتم الموافقة عليه إذا الله كتب لي إن شاء الله مقعد في المجلس الأمة راح أسعى أنه لازم يصير اللي هو منصب المفتش العام آه جيد منصب يكون نحن نسميه هب أو وسيلة الإتصال والترابط تذكر الأزمة اللي مرت علينا عزيزي في المرة اللي فاتت لما وصلنا سلطتين ما يحاجون بعض وللأسف لما رئيس الوزراء يمت إيده للسلام وما يصير هذا النوع من التأزيم يوقفه منصب مثل المفتش العام يكون هو حلقة الوصل يستلم كل القوانين اللي يتم الموافقة عليها من مجلس الأمة نعم ويتابع تطبيقها من قبل سلطة تنفيذية وتتاح للمواطنين معرفة المعلومات عن طريق المفتش العام ممتاز إزين دكتورة أنا أعتذر منك أنت مليئة بالأفكار ولكن باقي تقريبا ثلاث دقائق ما أدري شنو أسألك فيه لكن أنا راح أخلي لك كلمة عامة ما راح أسألك سؤال كلمة توجهينها أنا كنت بيسألك عن أولويات الأخرى لأن أدري أنه عندك بعد قالوا المرأة والطفل المرأة والطفل ولكن بشكل مختصر وإدمجي جوابك في هذا الموضوع مع كلمة توجهينها للمواطنين كلمة طويلة تعطوني الكاميرا أول شيء يقولي لي عن قانون المرأة والطفل الذي بشكل سريع هذه هيئة أنا ما زلت أحس أنه فيه انتقاص لموضوع الكويتيات المزوجين من غير الكويتيين الدستور وضح الحق للمواطن دون تحديد جنسه صحيح ما يمنح المواطن الكويتي الذكر لما يتزوج أجنبية أولاده أوتوماتيكين يأخذوا الجنسية والكويتية طبعا فيه ناس وفيه وجهة نظر تقول لا يشاركوننا بخير لا ماكو شيء يسمى شديد يخير أو تخير الزوجة إذا بيحتفظون لأبناء بجنسية أبوهم أو تعطيهم الجنسية الكويتية إذن وضحت أنا هذه الفكرة فيما يخص قانون المرأة هذا موضوع واحد نعم إيه وضحت وعنا بأتيحلك الفرصة أن توجهين رسالتك كمرشحة للناخبين وخصوصا أنت جلت على يعني عموم الناخبين وسمعت نبضهم جدا فماذا تقولين لهم في حدود دقيقة ونص آه صاروا دقيقة نص مساعة ثلاثة آه بعد جولاتي أظن الرسالة اللي ممكن أوصلها اليوم التمست فيها نبض ناس كثيرة التمست فيها معانات يمكن كنت حاستها على مستوى عالي شوية بس لما دخلت بالعمق لقيت أن المعاناة طويلة آه الأسعار ارتفاع أسعار العقار آه المواد المعيشية اليومية آه ارتفاع أسعار مواد بناء آه قوانين وزار التجارة الجاحفة نعم أو المجحفة نعم في حق مواطنين كثيرة آه فتحت لي نوافذي ديدة نعم في عقلي إنه ممكن ننجز لها آه طريقة أفضل لأن القوانين موجودة نعم أرجوكم هالمرة خلي اختياركم يكون بتمحيص أكثر مع المرشح اللي يدخل عليكم نعم خلي الأسئلة تكون فنية أكثر الأسئلة لما تكون فنية من الرد يبين عندك الشخص ثري بمعلوماته كتخصص يقدر يفيدك فيها لأن المرشح في النهاية مواطن كان مثلك نعم يفهم في مجاله يكون مطلع على أشياء كثيرة بس ما ممكن يعطيك رأي فني أمية بالمية في كل شيء صحيح حسن الاختيار هالمرة أرجوكم مطلب هذا مطلب شعبي كبير مطلب تحتاجه بلد لنماء لمسيرة أمام 20 سنة جدام و30 و50 يعني بالإضافة إلى هذه الكلمة أضم كلمتك إلى كلمة سمو الأمير عندما قال أعينوني أعينوني بحسن الاختيار أعزائي المشاهدين مع هذه الكلمة ونكرر ندمج كلمة الأستاذ صفاء الهاشم مع كلمة سمو الأمير عندما قال أعينوني بحسن الاختيار أعزائي المشاهدين بسمكم أشكر ضيفتنا المرشحة الأستاذ الصفاء العاشم